بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد موضوعنا اليوم بنا نحكي عن التبريد الحاسوب وليش القطع بتسخن؟ وليش يعني التبريد هوائي وتبريد مائي؟ في البداية أكيد سألت حالك هذا السؤال ليش قطع الحاسوب بتسخن؟ مثل الرام، كرت الشاشة، والسيبيو تنويه بسيط، إذا أنت مش عارف أي قطعة فيهم فقدرس رقم عشرة شرحنا كل إشي بالتفصيل فبتقدر ترجع للسلسلة وتشوف الفيديوهات وتستفيد منها إن شاء الله احكي لك أن هذه القطعة بتسخن وأكيد كمان قطعة أخرى بتسخن داخل الكيس أو داخل الحاسوب وذلك لأن هذه القطعة تحتاج إلى طاقة وكلما زادت الطاقة زادت داشة الحرارة لما إحنا اجتمثاً كرت شاشة يعطينا كفاءة عالية وأكيد محتاج إلى تيار كهربائي أعلى عشي يعطيك هاي الكفاءة وكلما زادت كفاءة القطع زادت الفولت أو الوط لبوغدو هناك إصحاب الحكي على درجات الحرارة المنبعثة من هاي القطع يعني هستفهمنا ليش القطعة بتسخن لأنها بتعطيك الكفاءة اللي انت بدك إياها وعشان تعطيك هاي الكفاءة محتاج إلى طاقة وكلما زادت الطاقة زادت الحرارة المنبعثة من هذه القطع حابب تتعلم البرمجة أو لغرافيك ديزاين وحتى لو ما كان عندك خبرة سابقة أكاديمية المبين وفرت لك ثلاث برامج تدريبية في مجال البرمجة ولغرافيك ديزاين تبدأ معك من السفر لحدة هيئة لسوق العمل على مدار أكثر من سبع أشهر بدورات تفاعلية في التخصصات التالية جافا لبرمجة التطبيقات وفلتر لبرمجة تطبيقات الموبايل ولغرافيك ديزاين وفي حال انضمامك معي في إحدى البرامج التدريبية المتعلقة في البرمجة مثل جافا وفلتر رح تحصل على خصم 60% وباقي المسارات 50% رابط التسجيل في صندوق الوصف لأنه برنامج اسمه Hardware Monitor تصار HW وعنده هنا كلمة Monitor يعطيك كل المعلومات الخاصة في القطع الهاردوير عندك من الفولت الذي تسحب طاقة ومن الحرارة تقدر تنزل هذا البرنامج بس أعمل Search Hardware Monitor HW Monitor حتلاقيه موجود على جوجل تعمله Download قد اعمل لك Share للموقع عشان تكون تفاهم الحكاية بشكل بسيط طيب هتلاقي رابط الموقع في الـ Description هتفوت مباشرة للموقع وتعمل Free Download ومخصص للوندوز طيب مش هيحتاج أي خبرة في التنزيه هتعمل Next 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 فينش هينزل معك لما تفتح البرنامج ستظهر لك هاي المواصفات اللي عندك ياه مثلا انت عندك Core i7 وهي درجات الحرارة الخاصة في المعالج اللي عندك عندك مراوح حيفان يقول لك كيف تأخذ كهرباء وكيف تأخذ درجة الحرارة بشرح لك كل التفاصيل درجة الحرارة إذها معايير إذا كانت من 50 إلى 60 هي ممتازة جدا إذا كانت من 60 إلى 70 جيد كانت من 70 إلى 80% طبعا يعني هم بحكي درجات من 50 إلى 60% وهكذا من 70 إلى 80% مقبول من 80 إلى 85 غير مقبول 85 فما فوق يعني أكثر من 85 هنا في عندنا مشكلة طيب لازم أحط أنا هنا Plus يعني 85 فما فوق هنا في عندنا مشكلة هنا خطر لازم تطف مباشرة في الجهاز تلاقي حل بتبريد القطع الموجودة عندك طب كيف بدأ برد أنا الحاسوب وبرد القطع سأتعرف على بعض الخطوات اللي راح تساعدنا بتبريد الحاسوب نظف القطع بشكل مستمر لازم أنت دائما تعمل تنظيف بشكل دوري على جهاز حتى لو كان لابتوب مش رطي يكون بيسير طب كيف أعرف أنه مثلا الجهاز عليه غبرة شوف بكل بساطة الغرفة اللي أنت قاعد فيها تطلع عليها إذا تلاقي فيها غبرة كثير مثل أنت ساكن قرب جبل أو منطقة فيها غبرة فأنت هون شكل دوري لازم تنظف الحاسب وتنظف البيسي هابل إيش هينأكس على سرعة الجهاز وداشة الحرارة راح تقل أنه تراكم الغبرة راح يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة غير المعجون مبرد الحرارة حسنا على السيبيو وعلى بروسسر ننضيف معجون حرارة المعجون حرارة وظيفته يمتص درجة الحرارة المنبعثة ويبرد المعالج حسنا مع تراكم الأشهر والسنوات هاي المادة اللي حطينا هون بتصير حرفيا يابسة أو بمعنى أصح بتصير ناشف فناشفانها يؤدي أنه جهازك ممكن يطفي ومن تجربة الشخصية عندي لابتوب دل كان من أحد المشاكل كانت تصير فيه يطلع شاشة ويندوز يقول لي أنه في مشكلة في درجة الحرارة ويطفي الجهاز أو يطفي الجهاز بشكل مباشر أو يعلق خلص بطري استجيب فكيت اللابتوب وصلت للمعالج شلت المعالج لقيت شو لقيت أنه إن مادة القرارية ناشفة ناشفانها أدلها هاي كل هاي المشاكل طوما نظفت المادة قطيت مادة جديدة اللابتوب رجعي أشتغل زي الوكالة ولا صار يعلق ولا صار يطفي فهاي النقطة كثير مهمة كمان نقطة رقم ثلاث تهوية الكيس بشكل جيد فنحن نشوف صناع المحتوى والجيمينج يكون حطيني الكيس فوق الطاولة ما بيكونوا حطينه في الزاوية ما بيكونوا حطينه داخل خزانة في بعض المكاتب بيكون فيها هيك خزانة على الجانب بتحط فيها الكيس هذا خطأ لكن انت هي قاعد بتقلل التهوية وبتزيد درجات الحرارة تفهمنا شغلة لازم يكون في عنا تهوية جيدة حتى اللابتوب ما بيكون تحط اللابتوب مباشرة على المكتب في هيك اكسسوري بتحط عليها اللابتوب وفيها مراوح مثل قاعدة ويتقرد لك الجهاز وبترفع لك حتى اللابتوب لمستوى العين بيكون تنزل راسك لتحد كتير جميلة تركب مراوح اقل اشي ثلاث المراوح كثير رح تساعدك في تبريد الحاسب أو الكيس فمهم جدا اقل اشي يكون عندك ثلاث مراوح والمراوحة مش كثير غالية يعني رخيصة يمشبه التكلفة العالية حتى حكينا نحن قبل شوي شو اسباب ارتفاع داشت الحرارة شو الطرق الممكن انا اتبعها بشكل سريع لتبريد الكيس أو الحاسب لكن في عنا نوعين من انواع التبريد الأساسية في عنا تبريد هوائي والتي بتكون على شكل مراوح يكون عندك مروحة كبيرة موجودة على المعارج هي بتبرد لك خلن نحكي وعلى كرت الشاشة هي بتبرد لك القطع وفي عنا التبريد المائي طبعا اكيد التبريد المائي هو اجمل بمراحل فسنا حوريك كيف بيكون تصميمه كيف شكله بيكون عندك أنابيب وفي عندك محلول ماشي بيبرد لك المعالج وكرت الشاشة وباك القطع وايضا بيكون في مراوح هدفها تضرط الحرارة الداخلية فسنا حشح الموضوع بالتفصيل لكن نفهم هسه مبدئيا انه انا في عندي نوعين من التبريد تبريد هوائي وتبريد مائي نبلش بالتبريد المائي ميزات وسلبيات الشكل احلى واجمل اتوقع كل من التفقين فانت ممكن تشوف تبريد المائي ممكن يكون عندك مثلا يكون اللون احمر ابيض اخضر فانت تتحكم في اللون الرحي يكون عندك في الانابيب يا مبرد مائي وايضا بعطي شكل جميل للكيس النظافة الداخلية ويمكن رؤية المكونات الداخلية بمعنى ان انت بتقدر تشوف القطعة الداخلية وايضا بتلاقي الموضوع نظيف ما بتلاقي قطعة فوق قطعة بتلاقي المراوح فوق القطعة لا بتلاقي كل اشي قدامك واضح ونظيف والعين حتى بتكون يعني مرتاحة وتتطلع على القطعة الداخلية داخل الكيس فرض الحرارة الداخلية عشان افهمك كل هالقنقاط تعاني شوف كيف بيكون التبريد المائي التبريد المائي دائما رح يكون في مضخة هاي المضخة هي مسؤولة عن توزيع او هنحكي ضخ الى المادة او المبرد المائي داخل الانابيب ممكن تحكي هون زي الخزان الخزان بيكون بداخله المادة المبردة تتكون قلنا من مضخة وانابيب وخزان ماء وهي الانابيب تتوصل مثلا في السي بيو في كارت الشاشة وفيه بيكون عندنا ايضا هاي المراوح طب ايش هاي المراوح هاي المراوح وظيفتها الحرارة بتكون موجودة داخل الكيس تطلع مباشرة لفوق يعني هاي المراوح بتسحب الهواء الداخلي وتطلع الى برد وتطلع او زي ما حكينا بشكل احلى من التبريد الهوائي النظافة كل اشي واضح شايف الرامات شايف لوحة الام بشكل كامل شايف كل القطع وطلع كيف كل اشي كليم يعني كل اشي نظيف ومرتب ومعمل له organization منظم السلبيات المضخة ايه لها عمر يعني هاي المضخة هس الموضوع يختلف على حسب المضخة رح تشتريها كل ما استثمرت في مضخة مواصفاتها منيحة والكواليتي افضل يعني قصدي جودة التصنيع اتيش معك امر اكثر لكن في النهاية لها امر محدد لانها في النهاية مضخة ممكن يصير تسريب فلازم تشتري انابيب ذو جودة عالي من الاشياء اللي بتخوف في التبريد المائي انو لا سمح الله لوصى عندك تسريب داخل الكيس ممكن هذا التسريب يؤدي الى تلف بعض القطع زي المعالج والراب السعر الغالي اغلى من التبريد الهوائي لانه في عندك مضخة وفي عندك انابيب وفي عندك اتيوب اتيوب هي بتركب هاي القطع بتركب على ال سي بيو على كرت الشاشة التوصيلات هاي كلها المضخة الخزان فالتبريد المائي مكلف اكثر نيجي هسا للتبريد الهوائي التبريد الهوائي وبكل بساطة مروحة كبيرة بتكون محطوطة فوق المعالج وفي ايضا مراوح بتكون داخل البي سي او الكيس يعني والهدف منها انها تبرد لك القطع الموجودة بداخلها نحط عليها ار بي جي الالوان هاي عشان يعطي جمالية اشوف الميزات وتعانشوف السلبيات الميزات الاستقرار ولا في عندك مضخة ولا في عندك خزان ولا في عندك انابيب ما في اش ممكن يخرب هي مروحة وخلص موق تمام يعني السعر المناسب المراوح مهما كانت يعني ذو جودة عالية هيكون سعرها اقل من التبريد المائي السلبيات عدم توافق بعض القطع مع لوحات الام وممكن يضغطي على الرامات وعلى كمان ذاكرة التخزين أخذ واحدة تمثلا هنا هي المروحة ستنتظر ان مروحة جاءة فوق هي الذاكرة التخزين ، لا يمكن أن تجبها في فوق الرامات فالتبريد الهوائي ببعض الحالات تكون هناك طوافق وبين لوحة الامر فتوجه اكثر اشي لتبريد الامر لكن إذا تختار تبريد هوائي تأكد من توافقية القطعة الرح تشتري أو المروحة رح تشتريها مع لوحة الأمر عدم قدرة للوصول للقطعة الداخلية بالضبط أن القطعة الداخلية أنت مشايفة كلها كلها مغطاة في المراوح وحتى بيكون كمان كثرة الأسلاك الخاصة في المراوح بالتأيقق للوصول للقطعة اللي بدك إياها غير أن المروح ممكن أصلاً يتغطي على القطعة في النهاية نعم الملخص سريع لو أنت بتهتم في المنظر وبدك يكون الشكل مرتب وحلو وأيضاً يكون التبريد أعلى وحتى التبريد المائي بس إذا أنت ما بيهمك موضوع المنظر والتبريد الكثير ممكن تستخدم الهوائي الهوائي جداً قوي وفي بعض الحالات ممكن يوصل أحسن من المائي لكن مشكلته لنبعطيك هذه الجمالية هي أول نقطة الشغل الثانية ممكن يضطي على القطع الداخلية زي مثلاً ساكرت التخزين والرامات فس الفكرة أنه أرخص بكثير من المائي والموضوع هم بيصفي عندك في هذه المحاضرة أنا فعلمتك ليش درجات الحرارة ترتفع في القطع وكيف ممكن نحل هذه المشاكل بشكل سريع وأيضاً علمتك إيش هم أنواع التبريد تبريد هوائي وتبريد مائي بس الخيار صف عندك على حسب احتياجاتك على حسب إمكانياتك أتمنى أن تكون هذه المحاضرة كانت مفيدة لك وكالعادة لا تستحطينا لايك وتشارك المحتوى مع زملائك لتشاركنا الأجر بإذن الله ونشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة وإلى اللقاء